من تكريت إلى رمادي يمضي قطار الطائفية الباغيضة مسرعا على أرض الرافدين بكوابحة معطلة ميليشيات الحجد العراقي وهي تعد العدة لخوض معارك جديدة تمخضت فأطلقت شعار لبيك يا حسين لعمليات تحرير الأنبار وصفنا ثار حنق القاصي والداني وأشعل النزاعات الطائفية وبدد أمالا عريضة للعشائر الأنبارية بعدما توسمت خيرا في مشاركة الحجد بتطيير المحافظة من براثن تنظيم الدولة النواية الميليشيوية في ظاهرها ترمي للتخلص من تنظيم داعش المتطرف لكنها في الوقت نفسه محشوة بألغام طائفية إذا منفجرت فسوف تتطير شظاياها محدثة عواقب وخيمة وما يرفع من منسوب المخاوف أن العملية المزمعة سوف تكون في الأنبار أحد أبرز محاور المثلس السني العراقي وما زالت أحداث تكريت من سلب ونهب وقتل بكل أثقالها وتداعياتها الأليمة تنخر في ظاكرة العراقيين السنة أمر وضح جاليا في الانقسام بين العشائر الذي سبق موافقتهم على الاستعانة بالحشد للمشاركة في عمليات تحرير المناطق الواقعة تحت سيطارة داعش وما زادت طين بالله أن الميليشيات تصدرت المشهد إلى حد جعلها تعلن بشكل منفرد عن انطلاق العمليات وتحدد شعارها بدلا من الجيش إعلان ينسف فكرة الشراكة بين مقاتل الحجد والقوات العراقية ومسلح العشائر ويفقدها صدقيتها داخليا وخارجيا كما سربت مصادر معلومات عن اجتماعات سرية بين قادة في الحجد الشعبي وضبات كبار في استخبارات الحرس الثوري الإيراني تمت خلالها مناقشة قضايا تتعلق بتزويد الميليشيا بأسلحة وذخائر مما يعني أن المبادرة صارت ولا ريب في أيدي ميليشيوية إيرانية وفي أتون حرب الانتقادات التي لاحقت الشعارات الطائفية عاد الحجد الشعبي ليعلن تغيير شعار عمليات تحرير الأنبار إلى لبيك يا عراق تغيير يبدو أنه جار على استحياء في إطار إذا ما حسنت البدايات حسنت الخواتيم